اشتركوا في القناة منعرفة مستلفة رمي نحر طواف كذا ما تشعر بتعب فلما جاوز قال لفتاوى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب متى جاء التعب بعد أن جاوز المكان الذي أمر بالسير إليه أما قبل هذا لم يأتي التعب إذا راحة البدن في ماذا؟ أن تسخر هذا البدن فيما خلق له في العبادة فإذا اشتقلت في هذا الدنيا بالعبادة سعدت وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون نسمع هذه الآية ونعرف أنه معنى العبادة التوحيد لكن الإشكال في العمل بهذه الآية إذا خلقت حتى تأكل وتشرب وتلعب وتنام لا خلقت لغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى فإذا اشتقلت في هذه الدنيا بالعبادة والله سعدت وغير هذا إن الباطل كان زهوق ف قال ومعنى يعبدون يوحدون هذا قول ابن عباس رضا الله عنهما أنه قال كل عبادة في القرآن فمعنى التوحيد يا أيها الناس اعبدوا ايوحدوا وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون إلا ليوحدون واعبدوا الله واحدوا الله إذن كل عبادة في القرآن معناها التوحيد نعم وأعظم ما أمر الله به أعظم الأوامر التوحيد ولذلك هو أول عم نعم ما هو التوحيد تقدم معناه وأعظم ما نهى عنه الشرك شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في الأسماء والصفاء نعم وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدين قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي أخرقكم والذين يقرر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً تعوم كل شيئاً نبي أو والي أو جني أو صالح أو ملأ نعم وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً فإذا يقل لك من ربك فأقول فإذا يقل لك من أصولك فهذا نعم هذا هو القسم الرابع على ما قسم فتح الله عليه إذن أخذنا في هذا الدرس القسم الثاني والقسم الثالث ماذا أخذنا نعم أخذ أخذنا أخذنا المسائل الثلاثة المسائل الثلاثة لو قال لك قائل أريد أن تلخص لي هذه المسائل الثلاثة هل هي الأصول الثلاثة؟ لا لماذا يقول مسائل ثلاثة أصول ثلاثة مسائل أربع قوائد أربع هذا من حسن التعليم وسار في هذا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام المسائل الثلاثة باختصار المسائل الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات أن الحجة قامت عن الخلق برسال الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام مسائل الثاني توحيد الألوهي إفراد الله بالعبادة نعم المسألة الثالثة مسائل الثلاثة البراء من الشرك وأهله فتح الله عليه لو قال لك قائم كيف أبرأ من الشرك وأهله؟ نعم نعم نأخذ بأمور ثلاثة بالقلب بغض الكفار بغض الكفار وعالم احتفالته والتقصر الثاني إنني براء مما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم نعم خليه أترفه هذا الآن يا أخي أترفه هذا الآن بعد الدرس نعم الجوارح تكون بأمور منها قلنا كيف لباس الكفار المشاركة في الأعياب صحيح؟ النظر إلى الأفلام مصارع الحر الكرة القدر بعد الضلال قال لي قال كل شيء إلا الكرة سبحان الله كيف يعني تعجب وتفتخر به بل يضع الصورة على صدر ما تصدقه وكان يعني رجل تفرج يوم على الكرة وسجل هذا غير المسلم طبعا هدف فقال هالا من شدة الفرح قال ينصر دينك قالت الهرة قولا جامعا كلا معا كيف يعجب الكافرة والله سبحانه وتعالى يقول اللي يريد أرفع اسمه ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم قلنا إمام أهل السنة يقول أغمضت عيني مخافة أن أرى عدو الله وهذا أمر وأمر الدعوة وهذا أمر ولا نخلق بالنسبة للمحبة الطبيعية وبالنسبة للبغض في الله وغيره صحيح طيب أغير هذا الحنيفية هي الملة المائلة عن الشب المبنية على الإخلاص والتوحيد نعم وغيره ما قلتم أحسن الله بإليكم تعرف التوحيد اللغوي وكذلك التوحيد نعم الله يفتح عليك التوحيد لغة هو من وحدة يوحد التوحيد إذا جعل الشيء واحد وقلنا يعني هناك من يناقش في هذا التعريف قل يا أخي تعبدنا الله بالشرع أترك الخلاف في هذا الباب في اللغة ونريد أن نعرف التوحيد شرع يعرف التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به من الرغوبية والألوهية والأسماء والسلامة توحيد الرغوبية قلنا مجرد تقول توحيد قل إفراد نعم هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والمنك التدبير توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد بالعباد أو بأفعال العباد هو سمى توحيد الألوهية وتوحيد العبودية الثالث توحيد الأسماء والصفاء وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما وصف بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفع عن نفسه مغير تحريف ولا تعطيه مغير تكييف ولا تمثيه هذه التعريف موجودة عندكم في الميغترة تضبط تعريف كما هي ما تغير حق حتى يفتح الله عليك تصبح عالم عرف ما شئت أنت الآن تسير على هذا الطريق والله أعلم إذا أصبحت عالم ما تغير شيء تسير على طريقة أهل السنة مفهوم طيب نكتفي أذان الساعة الخامسة الأذان الساعة الخامسة والمس خامسة طيب نتوقف لعشر دقائق أو أبع ساعة تراجعوا ما هو مكتوف المذترة عندكم ثم نرجع إلى الدرس نريد أهم ما يكون نستطيع بإذن الله أن نختم اليوم كل الأسرة الثلاثة حتى الكتابة التوحيد حتى الواسطية بإذن الله إذا أردتم لكن ما هناك فائلة أنا فقط الذي أراجع أحفظ نريد منكم أن تحفظ أهم شيء تعرف التوحيد فقبح الله من أبو جهر أعلم منه بأصل معكم عشر دقائق تراجعوا فيها تتذاكروا فيها ثم بعد هذا نسأل ونبدأ في الدرس الجديد والله أعلم وصلى الله على محمد وعليه صحبه وسلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام يا رسول الله ماذا أخذنا في الدرس الماضي نعم أخذنا القسم الثاني على ما قسمنا وفهرسنا وهذا القسم الثاني هو المساعد الثلاثة المساعد الثلاثة وقلنا لأصل أن تفرق بين المساعد الثلاثة والأصول الثلاثة أصول الثلاثة عشرة القبر والمساعد الثلاثة باختصار إفراد الله سبحانه وتعالى في الربوبية وبالأسماء والصفات وأن الحج قامت على الخلق بإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة توحيد الألوهية وتوحيد العبودية المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهل كيف نبرأ من الشرك وأهل نعم أنت بالقلب واللسان والجوارح هل يعالد هذا الدعوة إلى الله لا قلنا الإعجاب بالكافر شيء والدعوة إلى الله شيء قد يجتمع الكافر حب طبيعي وضغط في الله فالمؤمن يحب حب كافر في الله ولله والكافر لابد أن يبغض في الله وقد يستمع فيه مع هذا البغض في الله محبة طبيعية نعم بالقلب واللسان يصبح باللسان والجوارح نعم فتح الله علي أغير ماذا أخذنا أغير هذا نعم أخذنا كذلك الحنيفية الحنيفية هي الملة المائلة عن الشركة المبنية على الإخلاص والتوحيد إن إبراهيم كان أمة خانة لله حنيفا أي مقبلا لله مدبعا للشركة هذا الحنيف دائما يرجع إلى التوحيد فتح الله علي نعم نعم بسم الله الرحيم كذلك تعبد الله وحده نحن بسين ومتصلنا في الدين ترجمة نانسي قنقر